مجموعة محاضرات قدمت في إطار ندوة شارك فيها مجموعة من النخب والكفاءات الجزائرية البارزة المحاضرة كانت منتدة لتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين والطلاب والمهديين في الجزائر والعلماء الجزائريين في الخارج مجموعة أسماء صعب جدا أن تتواجد في مكان واحد في توقيت واحد لكنها وجدت في قصر التقافة مفدي زكريا خلال الأيام الماضية واللي لم يستطع أن يشاهد هذه المحاضرات في مكانها يستطيع أن يتابع عبر الفيديو أو عبر تحميل هذه المحاضرات لأنها موجودة في مواقعها فقلت بأنه كان فيها تطورات الأفكار المبتكرة مشاريع البحث التطبيق في مجالات التعليم نظام الابتكار، الدكاء الاصطناعي، الرقمنة، ريادة الأعمال كلمات كبيرة قد تبدو للبعض صعبة لكنها هي الكلمات التي يبدو حضورها طاغيا في المجتمعات المحترمة يعني هذه الكلمات، المجموعة الكلمات التي قلتها الآن الرقمنة، نظام التعليم، نظام الابتكار، الدكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال هي التي تجدها في صدارة الاهتمام وضمن الأولويات بالنسبة للمجتمعات المحترمة وحطوا زوج أسطر تحت كلمة المحترمة لأنه بالعلم تبنى الأوطان شوفوا العلماء حتى الشكل تحهم نيولوك هذو علماء ها ما بقاش هذيك العلماء تحس بنا أنشطاين وشعره هذو شباب كفاءة جزائرية ينشطون ويخترعون ويبقى مهم جدا شوفوا المقولة أن العلم، المعركة الأساسية هي العلم والمعرفة حدث عن انتهاء معركة التحرير، تطور المباركة بمحاضرة وين قال سنة 56 التحق الطلب الجزائريون بالطورة المباركة في جبل الأوليس الجهاد لم ينتهي بانتهاء معركة التحرير المعركة اليوم ليست في الجبال وإنما في المختبرات هذا البروفيسور تابت نوار شوفوا المقولة أن العلم، المعركة الأساسية هي العلم والمعرفة حدث عالمي بكل المقاييس، معرفي بكل المقاييس ألا غالب لم يحضره عدد كبير رغم أنه المنظمين وفروا شاشات خارجة كيف تمت فيها حدثين نشوف كم اقتبث أهل العلم في العالم كله من منشوراتهم العلمية نلقوا 12 ألف اقتباس من هذه الجلسة وهذه النخبة وهذا عدد كبير جدا في عالم المعرفة وعالم المعلمية شكرا للمشاهدة